بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم مشاهدين الكرام وآهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رسالة العتبة الكاظمية المقدسة فتابعونا في إطار سعي العتبة الكاظمية المقدسة لخدمة القوات الأمنية والحجد الشعبية زار وفد العتبة الكاظمية المقدسة القطاعات الجهادية في قضاء بلد تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي بجهود متواصلة في دعم القوات الأمنية والحجد الشعبي زار وفد العتبة الكاظمية المقدسة أحدى قواطع العمليات في قضاء بلد التي تتواجد فيها فصائل الحجد الشعبي المرابطة على جبهات المواجهة مع عصابات داعش الإجرامية الوفد ضم أعضاء مجلس إدارة العتبة المقدسة وخدمة الإمامين الجوادين عليهم السلام إذ نقل الوفد خلال الزيارة تحيات جميع خدمة الإمامين الجوادين عليهم السلام إلى الإخوة المقاتلين ودعواتهم لهم بالنصر والظفر والرجوع إلى ديارهم بأمن وسلام كما زار الوفد الجامع الكبير هناك إذ اطلع على الأضرار التي خلفها داعش الإرهابي فيه ونشكر فصائل المقاومة بكل مسمياته ونشكر الجيش عدنا شهداء ضحوا من أهالي الجنوب على أرض هذه المدينة المباركة ونحن نفتخر بهم ونقول العوائلهم بارك الله بكم وإنتوا إن شاء الله أولادكم مفخرة لكم وسجل أولادكم مواقف على أرض مدينة بلد هذه المدينة التي كانت بوابة للعراق لو كسرت مدينة بلد لا سامح الله هذه البوابة لو كانت كسرت من قبل داعش لكان داعش الآن قد يصل إلى البصرة شملت الجولة زيارة مرقد السيد محمد بن الإمام علي الهادي عليه السلام وأداء مراسم الزيارة والدعاء عند الضريح الطاهر واللقاء مع الأمانة الخاصة للمرقد الشريف والاطلاع على وضع القطاعات العسكرية والمرابطات الأمنية المتواجدة طبعاً احنا تشرفنا وكنا مسورين جداً بتوافد الوفود من العتبة الكاظمية وأحنا نتشرف بهم ونشكرهم جزيل الشكر على تقديمهم المساعدات إلى الحشود الشعبية وإلى المناطق التي هي المتضررة في قضاء بلد وأحنا ممنونين جداً ونتمنى لهم التوفيق والسلامة والصحة والأمان طبعاً أتينا اليوم لنقدم لهؤلاء الأبطال لهؤلاء المجاهدين لهؤلاء الذين يقفون اليوم أمام أعداء العراق وأعداء أهل البيت نقدم لهم الشكر والتقدير والثناء بل حقيقة لو أردنا أن نقول أن الكلمات قاصرة وعاجزة أن تصف هذه الوقفة البطولية ونحن نرى هؤلاء الشباب كل قد حمل سلاحه وترك بيته وعياله وأهله من أجل أن يدافع عن المقدسات فنقول لهم هنيئاً لكم هذه المشاركة في الدفاع عن العراق في الدفاع عن المقدسات الوفد تفقد أحوال المجاهدين الأبطال الذين لبوا نداء المرجعية العليا بفتوى الجهاد المقدس للدفاع عن أرض ومقدسات بلدنا العزيز مطلعين على تفاصيل المعارك التي تدور بين المجاهدين من أبناء الحجد الشعبي وبين الإرهابيين وكيفية دحرهم وإبعاد شرهم نحن الآن بمثابة سيد غريب أي سيطرة رئيسية لسيد غريب وتمتد فرقة العباس القتالية لواء الكفيل إلى حوالي ما يقارب كيلو متر جنوب سيد غريب وهذه المنطقة إن شاء الله ممسوكة من قبل المجاهدين الأبطال من فرقة العباس القتالية الإخوة والمجاهدون الذين كانوا باستقبال وفد العتبة المقدسة ومرافقته في جولاته الميدانية على أرض المواجهة عبروا عن فرحهم وسرورهم البالغ لهذا اللقاء المبارك مثمنين هذه الخطوة المهمة التي تبنتها العتبة المقدسة مبدين امتنانهم وشكرهم البالغ للأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة لما قدمته من دعم معنوي ومادي يساهم في رفع معنويات المقاتلين والشد على سواعدهم وهم يواجهون هذه الهجمة العدوانية الشرسة التي تهدد أرضنا ومقدساتنا حيدر حيدر حاذر الشدات وحيدر راتب الميمون حيدر حاذر حاذر الشدات وحيدر راتب الميمون حيدر طشر حرب الجمل وبصف ينسوا وفنون حيدر فاز بالآخرة وبالدنيا شاف التعيون هو قامت كلها الصيح هو قامت كلها الصيح تخيلة كالكرارة تخيلة قامت كلها الصيح تخيلة كالكرارة تخيلة قامت كلها الصيح من أجل زيادة الوعي الثقافي والدين لدى خادم الإمامين الكاظمين عليهم السلام أقمت العتمة الكاظمية المقدسة ندوة فقهية بحضور خدام الإمامين عليهم السلام تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي سعيا منها لزيادة الوعي الديني والأخلاقي والالتزام بمبادئ الشريعة المقدسة لذا أقامت الأمانة العامة للعتمة الكاظمية المقدسة ندوة ثقافية لخدمة الإمامين الجوادين عليهم السلام في قاعة أسد الله الحمزة بن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام وبحضور عدد من أفاضل الحوزة العلمية في النجف الأشرف وخدام الإمامين عليهم السلام درس في الفقه ودرس في العقيدة وكذلك درس في الأخلاق والأفكار الدينية الكثيرة في البداية كان العدد قليل من يأتون إلى هذه الدورات من موظفي العتبة المقدسة لكن الآن لا العدد جيد وأخذوا يفهمون ويفكرون ويسألون كثير عن كثير من تلك القضايا التي يواجهونها داخل العتبة مع الزائرين والوفود التي تأتي إليهم دورات جدا جيدة من شأنها تطوير وتثقيف الخدم العاملين في العتبة الكاظمية المقدسة وإيجاد حل مشاكل الابتلاء الشرعية والفقهية والأخلاقية مهمة جدا هذه الدورات نتمنى أن تلقى رغبة أكثر من بقية الخدم أن يتاح لهم الفرصة بقية الخدم من الأخوة استهلت الندوة بمواضيع الفقه والعقائد والأخلاق حيث ألقى سماحة الشيخ قيس الحمامي محاضرة توجيهية إرشادية أخلاقية تطرق فيها إلى حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الخدمة العتبة المقدسة والتي تحتم عليهم التخلق بأخلاق الأئمة الهدات عليهم السلام لأنهم أصحاب قضية ورسالة مشكورة العتبة الكاظمية المقدسة بمثل هذه الخطوات المباركة باستقطاب الكفاءات الدينية من النجف الأشرف لتثقيف الكادر في العتبة الكاظمية المقدسة وهو من الأولويات حيث أن الكادر في العتبة الكاظمية المقدسة من الخدم على احتكاك مباشر من الزائرين الكرام وهذه الخطوات بالتوفيق إن شاء الله في الأيام القادمة بدنا أن نشارك بهالدورات الإسلامية وأكو أمور ما كنا نعرفها ونسمع من الإرشادات الدينية والأمور التي ما كنا نعرفها سابقا ومشاركات العلماء التي جاءوا من النجف الأشرف أما الهدف من إقامة هكذا دورات فكان زيادة الوعي الديني لدى خادم الإمامين عليهم السلام والتعرف أكثر على المسائل الشرعية والتي هو في محل ابتلاء بها أو التي قد يسأل عنها أو التي تواجهه أثناء عمله تظيم الغيظ سلاما يا إمام كل يوم لك من رب الأنا كل يوم لك تعلو قبة لمعاليها مراسيم تقار إلى هنا تنتهي حلقة رسالتنا لهذا اليوم نلتقيكم في رسالة أخرى إن شاء الله دمتم في رعاية المولى صاحب العسر والزمان عجل الله فرجه الشريف فإلى الملتقى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة